فلا ينبغي اليوم أن نُقلِّل أيها الإخوة من شأن الجانب الإعلامي لابد أن نُوسِّع دائرة الحديث على مواقع التواصل وفي المؤتمرات وأمام الناس عن خصوصية هذه الأرض المباركة عن الأقدام الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وطئتها هناك وطئت قدم أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قدم عمر بن العاص خالد بن الوليد شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم هناك الوقائع والدماء التي سالت أجنادين بيسان عينجالوت حطين كلها معارك إسلامية نحن اليوم نتفيَّأ ظلال بركتها جرت على ترك الأرض الطاهرة شخص يقول شخص عم يتكلم بيقول لي الشو في بغزة لا حول ولا قوة لا يعرف لا يعرف اليوم ما الذي يجري في تلك الأراضي المباركة الطاهرة ترجمة نانسي قنقر